إلى هنا وتنتهي مخاوف أزمة كان لها أن تتصدر مشهد السياسة والشارع لكن حنكة زعيم التيار الصدري كانت الأكثر جدارة في أن تنهي القصة المبهمة لتبدأ قصة جديدة من لغة الحوار في بيت الإطار التنسقي هنا اجتمع قادة البيت الشيعي السياسي واتفقوا على الاختلاف على مصلحة العراق الشعار ذاته عنونه الصدر بتغريدة لا شرقية ولا غربية ليكون الشعار مجددا حكومة أغلبية وطنية الإعلان الصريح والواضح هو ذاته الذي دخل فيه البيت الشيعي الذي ضم الإطار التنسقي بلقاء قادته على طاولة واحدة تخدم مصلحة العراق الواحد كهدف رئيس نطق به الصدر وعززه الحاضرون لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد سيما بعد أن انتهت زوبعة النتائج بإعلانها الرسمي الخروج بموقف توافقي موحد يرضي جميع الأطراف وحد الرؤية مجددا لما تعيه رموز السياسة من ظروف العراق الذي صدحت الشوارع بأصوات أهله مطالبين باستقرار وسيادة للقرار ولا يتحقق هذا إلى بقوة سياسية مؤحدة متراصة قادرة على إنتاج برلمان قوي بمستوى الطموح ومعارضة وطنية تقوم الخلل ولا تكرر أخطاء الماضي الاجتماع الحاسم تمخضت عنه بنود وعناوين عريضة وثابتة تركزت على صناعة حكومة أغلبية وطنية لا توافقية ومحاصصاتية تخدم طريقة محاربة الفساد حديث يراد منه الفعل للكلام عززه الصدر بخطاباته المستمرة دوما عن خدمة البلاد وهنا تبدأ صفحة جديدة يكتب فيها نهج البرلمان الجديد الذي يحدد شكل الحكومة ويقارب المسافة بين تطلعات الشارع العراقي وأهداف سياسية ومسؤولية نحو ما يحقق سيادة القانون وهيبة الدولة ترجمة نانسي قنقر